تتمثل الميزة الرئيسية من AsyncTask في تركيزك على منطقية التطبيق وما تريد القيام به على مؤشر ترابط الخلفية وما تريد القيام به عند رجوعها إلى مؤشر الترابط الرئيسي ليس عليك أن تقلق حيال تفاصيل مؤشرات الترابط والمعالجات يلزم تنفيذ Do-In Background أما OnPost Execute فهو اختياري فضلاً عن بعض الأسليب الأخرى بالنسبة لكل أسلوب اطلعنا هل كان موجوداً على مؤشر الترابط الرئيسي أم مؤشر ترابط الخلفية لديك فرصة بنسبة 50% لأن يكون كل منها صحيحاً أو بنسبة 100% إذا تحققت من مستند جافا